السلام عليكم و مرحبا بكم معي أختي مرة أخرى فيديو جديد بعض المرات كنحصلوا أولاك وقعونا بعض المواقف إما كي يخلونا من دهشة أولاك مقعونا ضحكو أبل ما شعروا أحيانا الإنسان كي يبقى بكي لحسب الشخصية دياره يعني كتلقى إما شخصية ضعيفة أو شخصية حساسة أو شخصية اللي كتكون يعني مستهترة مكدره شي تصرفات دياره ولكن في غالب الأحيان خصوص المغاربة كيتميزوا يعني بالقوة وكيتميزوا أيضا بالحكمة ملي كندخلوا في زال المواقع بذل مرة كتلقوا بعض الشعارات كتقراها إما كتدوس وكتقون هادرا صافي وإما كتدقراها والجي كشفتي ساما وبعد مرة تقول يمكن غير هادراها وصافي بالسابة ديال الأشخاص كتلقى كثبين خواه خواه يعني إحنا أخوز ما بعديتنا حتى وحب ما يفرقنا غير الدباب الإلكتروني اللي كيعمل على الشي هذا ياريت لو كانوا حلوا الحدود بينتنا ما يفقوا شي واحد قيود يعني بزاف ديال كلي بس حسن درجة أننا نحن مغاربة شوية نحن ندغيه كنت سيقه وكن سيقه للأسف ولكن كيجيو بعض المواقف كيخلك بدعيد النظر وبدعيد التفكير من جديد منذ مدى كالفاريق الرجاء البيضاوي لاحقه في مدينة أولى في دولة يعني جيران ديالنا وللاحظوا كانت النهاية ديال المباررة بطريقة يعني حزينة وبالزاف ديال الجنفور اللي تم القبض عليه تقريبا يعني كان نسوها المغاربة ولكن اليوم يعني رجعنا الدكريات رجعنا الدكريات بفريق ديال نهطة بركان بعد ما عمشنا نجازة اير طبيعة الحال باش يقوم بالمباراة ديال وممشي شي تسارة وممشي شي يعني سياحة او لمشي استجمال لا ومشي الاب واحد مباراة اللي يعني حددت طبيعة الحال للموعد رسمية ماشي يحتوي دي وكنت فاجأوا بأن الفريق ديان طبيعة الحال يتم المانعة دياله علاش؟ وحد السبب اللي هو غير مقنع واحد ما عنده الحق أنه يدخل في أي فريق كما بغى يكون إلا إلا كان الشحراء خلف القوانين ديالفيفا لأن كرة القدم عنده واحد القانون في حالة حالة بحال باقي الميهن وقفهم قالوا لما عندكم من رأيه آآ أعفواً الخريطة دياله المغرب كامل سم في القميص ديالكم وأنهم اللي يخسرون القميص من الفريق اللي يعي لعبه قبل ما نهضروا على القميص أول حيرة أي دولة عند قانون دياله خاص بها وكل دولة كيتبضق القانون دياله على المواطنين دياله اللي كيحملوا الجنسية دياله يعني أنا ما كانت ساميش يعني لنبالد ديالك ما عندكش الحق تتخل في الخصوص ديالي لأنه ماشي من الحق ديالك تتخل في الخصوص ديالي وماشي من الحق ديالك دفرة ديالي القوانين ديالي يعني يشوف أشخاص كيتكلموا في الشارع كيقولوا إحنا دولة وعدنا قانون ديالنا كنخدموا عمل ليه ما عرفش حاب وما إلى ذلك قطرت لقى ذاك الأشخاص اللي كيكتبوه خواه خواه ثانياً ماشي أي واحد يجي يفرض عليها كالرأي دياله وماشي دائماً يعني تكون عندك واحد الموقف اللي هو سيلي فنظن بأنه يعني فريق ديالنا هذا السبيركان وواحد الفريق اللي هو أكبر طبيعة الحرم من حقه أنه يعرض ويكون عنده واحد الوجه هدي للنظر ماشي وجهه قرار لا رجعت فيه وما نفكرش لأنه ما كيستحقش أن ينفكر فيه ما كيستحقش أن يخليش واحد يفرض عليها الرأي دياله لحقها غطأ ذاك الخريطة نحن الخريطة هديك هدنا فغيرة في أي كتاب إذا دخلت عدلق ذاك الخريطة هديك الخريطة هديك ياللي كتتقرف المقاررات الدراسية يعني مني كتجينتا وكتقول زول منا واحد الجسد إذا أنت ما كبعرفش ما معنى المغرب وما هي الدولة المغربية هدي أولا قبل كل شيء ثانيا نحن الخريطة ديالنا بقي نقص شي حاجة بقي نقص شي طريفات إن شاء الله ذا بزيدوهم ثالثا كنظن بأن المغرب عنده الكلمة ديالو عنده أشخاص اللي كيدا فعليه طبيعة الحال كيل القانون اللي هو فوق الجميع قلت ذاك اللعبة ديال منتخب الوطني اللي ما قلتوا شي طال الكراسة أو قوة القرجلون في الأرض وشدين تريفو ناس ومدووزين وقتهم ومتأكدين بأن الكلمة سوف تكون كلمتهم يعني ذاك شي لا رجعتها فيها ممكنش لوحدة الدولة اللي هي سياسية وكتفكر وكتقرر وكتقول بأن الكلمة كلمتها والقانون قانونها وللآسف ما كتفكرش بعقلية وما كتفكرش معيد هذا هو المشكل يعني ناس اللي كيفكروا فقط في الإعلام ديالهم وبالإعلام ديالهم والإعلام ديالهم توقف حتى يعني بلادهم كيقولوا بأنهم هما اللي كيقروا هما اللي كينفدوا هما اللي كيطبقوا ما أرادوه وما قالوه ولكن أحيانا للإخوان غسل الإنسان يرجع البن تصرف دياله لهذا دياله سيكترجع البن أولا ما من كتتتعامل وشكنا من ذاك الأشخاص اللي كدواجهم ثم شخص واحد للأسف يعني يوقف لكم هنا وما قد ديتشي أنكم تتغلبوا عليه وفي أي محطة من المحطات كدهجموه ودائما طبيعة الحال هو كيخدم بالهدوء ودون يعني ارتيبك وفي النهاية كدكنوا أنتما اللي خاسرين ماشي حنايا طبيعة الحال سوى ما قدوشي للفيفا وما عاد رفضوشي هذه العرب نهضة بركان بالقميصة دياله وبالخريطة ديال المغرب كاملة طبيعة الحال في الفيديوهات المباراة عيتردد النشيد الوطني وعيكل جمهور المغربي جمهور طبيعة الحال باش يشجع الفريق دياله ولكن كانت منه ومالأعماق قلب ديالنا أنكم تتعاملوا مع ذاك الجمهور وبعادك الفريق كما يتعاملوا مغربة معاكم وعند شوى عندكم ما عاد شوى عندنا وعند شوفوا معاملات اللي هي مختلفة لأن مغربة والمغرب بلد مذياف وبدأ بلد يعني اللي هو كريم احنا ما كنضربوا واحد وما كنفرضوا ساش حاجة لا شي واحد ولا جيتوا بشي خريطة عندكم في القميص يلكم عن دخلكم لأننا نحنا ما كنهتموشي بالخرائث اللي مرسومة وما كنهتموش يعني بالقراءة ديالكم احنا كنعرفوا جزائر شنه هي وكنعرفوا المغرب شنه هي وكنعرفوا فرنسا او لا اسفاريا يعني كنعرفوا جميع الدول بدون استثناء عدنا الكلمة ديالنا وعدنا بطبيعات الحال الرائية ديالنا والرائية ديالنا كنحتفظوا به كنقوله إلا إمتى ما بغينا ملت واحد لإشهار واحد المدينة اللي بزرد الناس ما كانوشي كيعرفوها حاليا الحمد لله جميع الاهلام كيهضروا على مدينة بركان على النهضة البركانية وعيد تعرفوا لها إن شاء الله الجمهور وعيد خلوه يقلبوه على مدينة بركان وعندنا عرفوها بايش كاتميز وطنة طويلة مكتش كده عرفوها فهي محر المدينة اللي معروفة بالليمون ممكن عرفو الدور ديال ليمون والفوائد دياله غير هي احنا ما بغيناش يعني يتعاود او لا يتكرر ذاك الموقف اللي قامع الرجاء البيضابي وما بغيناش ذاك الموقف يتعاود مع جمهور ديال الرجاء البيضابي احنا كنلعبو الكرة والكرة اخلاق وطبيعة الحال السربية واحدة الرياضة فيها الربح فيها الخاسر احيانا كنلقو التعادل وهذا مرض ذاك التعادل كيكون بطعم الخسارة ولكن كنتمنى ذاك الرياضة نكون عندكم في العقل ديالكم وتعارفو شنه هي الرياضة وشنه هو الهدف من هذا الرياضة احنا الهدف اننا نكون اخوت في الواقع ماشي في المواقع اما المواقع غير خليهم لا داعين كذب عليكم ولا تكذب علينا مع ان احنا منك نقولها كيقولها واقع المغاربة من الاعماق ديال القلب لان بالفعل معروف عليهم التآخي والتآثر ولكن للأسف كان صدموا احيانا بعض الكلمات وبعض القرارات اللي ما عندها حتى اساس وما عندها حتى مبدأ كانتمنى المباراة دياليوما دمر بخير وكانتمنى ايضا وكانتمنى باعدة شوي على السياسة لان احنا ماشي اللعب والكورة اما السياسة كانين اشخاص اللي هما مكنين نفن بها وقايمين بالطور يعني ما تنحسجوشي اننا نتحاوروا معاكم مكنوا واحد الحوار اللي هو مباجر باش كان حقوا المطالب وهو اهداف ديالنا كانتمنى الفريقة يعني ارجاع كامل وحسن جمهة يعني ارجاع كامل وما يكون شي 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 تصارفات اخرى اللي يكون موشينة هالشي اللي كانتمنى امعاند الله وف طبيعة الحركة كانتمنى تصوفيق نعدة بركانو ان هالشي منتسرة وفرحاني وكانتمنى تصوفيق ايضا انطاقم الرياضي بسي فاسين عامو باش مطاوش يليكم اخو سيعا نوداكم انقلكم الى اللقاء اخا وخوا دائما مواديتنا نحن المغاربة